دي يوجيني عايشة مع أسرتها باباها ومامتها وأخوها وجدتها الأب قاسي جدا عليها شايفها حملة على الأسرة عكس أخوها الولد واللي هو كل أمله في الدنيا بيسمح له بكل حاجة رغم أن البنت مابتغلطش وملتزمة وابنه اللي شايفه مثالي هو شاز في الحقيقة واللي عمره مايحاق حيل مأبوه في تكوين أسرة البنت عندها كدرة أنها تتكلم مع الأرواح ودي حاجة مخبية عن كل اللي حواليه إلا أخوها اللي بتحبه من كل قلبها وهو بيخاف عليها جدا وشايل همها طول الوقت لأنه عارف مصيري البنات اللي زيها بيكون في مصاحة الأمراض العقلية الإخوات اللي اتنين أكتر وقت بيقضوه مع بعض هو الوقت الممتع جدا يوجيني في ليلة وهي عند جدتها تواصل معاها روح جدها المتوافي واللي كشف لها عن مكان سيسيلا كانت ضائعة من جدتها من 40 سنة الجدة تفاجئة من البنت لقيتها وسألتها عرفتي مكانها إزاي اضطرت تقول لها أن جدها هو اللي قال لها وكده سر البنت اللي كانت مخبيها يتعرف الأم صاحب بنتها الصبح وطلبت منها تجاهز نفسها عشان هيزوروا ناس معارفهم يوجيني لحظت أن أمتها بتعايت وحزينة جدا فوعدتها أنها هتحسن التصرف ومش هتكون سبب في حزنها أبدا لكن دموع الأم كانت لسبب تاني خالص أخدها بابوها واخوها والأخ كان حزين جدا وبيتكلمش لحظت يوجيني أنهم ماشيين في طريق غلط أخدت بالها أنهم وصلوا على طريق مستشفى الأمراض العقلية وهو أسوأ مكان ومعروف بسمعته السيئة في معاملة المرضى صرخت لكن الأب مش فارق مع سرخ بنته أخوها مفيش في إيدي حاجة يعملها قدام كوة بابوه نزل من العربية وقاعد يرجع واخدوا أخته بمنتهى القصوى قدامه كانت بتسرخ أخدوها وقلعوها هدومة وكشفوا عليها وهي كانت صحتها كويسة جدا قالت للممردة أنها مش لازم تكون هنا قالت لها أن القرار كان قرار بابوكي ودلوقتي بقرار الدكتور والدكتور هو الوحيد اللي يحدد إمتى ينفع تخرجي من هنا والحقيقة اللي بيدخل هنا ما بيطلعش أبدا دخلت العنبر اللي حتنام فيه واللي مليان حالات مرضية ودي لويز زملتها في العنبر بتعاني من الضغط العصبي بعد ما تعرضت للعنف الجنسي من جوزها لويز بنت جميلة جدا حبت يوجيني علشان شايفها من الطبقة الغنية أتلاها أن أنا كمان هكون زيك من الطبقة دي وأن الدكتور هنا في المستشفى بيحبها يوجيني بتعاية حاسها أنها في المكان الغلط وأنها مش مفروض تكون هنا وأول ليلة من خوفها ما شافتش النوم خالص لما الصبح طلع الممردات جم وأخدوا لويز وكانت بتقولهم أتمنى أن أنا أنجح والدكتور شاركو يكون سعيد بيا ده البروفيسير شاركو واللي بيعمل تجارب علمية على البنات الموجودين في المصحة وده من خلال التنويم المغناطيسي واللي بيعرضهم لضغط عظبي فوق قدرتهم متحملهم واللي بيطلعوا بعد الجلسة مجهدين جدا جسديا وعقليا حتى أنهم ما بيبوش فاكرين أي حاجة من اللي حصل ده الدكتور جول واللي لويز بتقول عليه خطبها الحقيقة أنه هو إنسان سيء جدا وبيستغلها باسم الحب والخطوبة والجواز عشان لما يجي الوقت المناسب ياخد غرضه منها الأنيسة غليز أهمة ممرضة موجودة بالمصحة واللي كل فترة بتزور بابوها بابوها كان دكتور قبل كده وهو راجل مصقف جدا واللي ما بيؤمنش بأي حاجة غير العلم لما رجعت على المصحة لقت يوجيني وقفة وطلبت منها تساعدها علشان تخرج من هنا الممرضة قالت لها قرار قرار الدكتور قالت لها أختك بلندين واللي بتكتبها كل يوم رسالة رغم أنها ماتت وده لأنك مسدقة بوجود الأرواح حوالينا قالت لها أن أختات كلمت معاها وعايزة تكلمها ولو خرجتيني من هنا هخليك تتواصلي مع روح أختك المتوفية جي معاد مقابلة يوجيني للدكتور واللي تكلمت معا عن الأرواح وطبعا كده في تقريره أنها مريضة وعندها غضب داخلي ولازم علاج مكسف وجلسات تهدي الأعصاب الجلسات دي هي الجلسات الأصعب وأنه يحطوا جسمها جوا ألواح من التلج لوقت طويل جدا يوجيني مش قادرة تستسلم للعذاب الغير مبرر وكله بسبب بابوها أخوها حاسس بالزنب وده خليها يروح للممرضة علشان يتطمن على أخته الأنيسة قررت تساعد يوجيني بس الأول تخليها تتواصل مع روح أختها الزغيرة في أول محاولة يوجيني قالت لها أن أختك رفضها تتكلم وبتقولك الحقيق أبونا جراله حاجة جوا المطبخ جرت على بيت باباها ولقيت دم على منديل في المطبخ ولما طلعت لعنده لقيته مريض جدا ومش مصدق أنها جت دلوقتي ضغط عليها علشان يعرف إيه اللي جابها دلوقتي حكيت له أن روح أختها هي اللي عرفتها أنه محتاج مساعدة الأب غضب جدا من بنته إنها بتتكلم على الأرواح والأشباح اتهمها إنها بقت مجنونة زي اللي بتعالجهم وإن ده وباق معضي قال لها أنه رباه على احترام العلم والعقل وطلب منها تمشي وتسيبه بعد ما خاب أمله فيها الدكتور واللي بيعمل تجارة وبعالبنات ورغم إنهم بيتقلمه لكن علمه هو الأهم لويز في آخر جلسة اتعرضت لصدمة عصبية جديدة جدا واللي أثرت على حركتها وبقت مشلولة لما شافت يوجيني حالتها اتهمتهم باستغلال أجسامهم علشان مصالحهم وده خلاهم يحطوها في زنزالة منعزلة عن الجميع والمدة طويلة جدا وتحت إشراف أسوأ ممرضة في المصاحة وأكتر واحدة عنيفة فيهم يوجيني شهري كامل وهي جوه القوضة الضلمة وما حدش بيدخل عليها خالص والأكل بيوصل لها من تحت الباب قررت الممرضة تساعدها بس طبعا الأول لازم توصلها بأختها المتوفية ولما رحت لها قتلقى إن أختك موجودة هنا دلوقتي وبتطلب منك تبطل تلومي نفسك على موتها وما تكتبيش جوابات لها تاني لأن ده شيء بقلمها هي عايزك تكوني سعيدة وإنها دايما جنبك وحس بيكي الأنسة كانت في شدة التأثر وشكرت يوجيني جدا بعد ما أخيرا وصلها كلمات من أختها المتوفية شكرتها ولمست قديها من تحت الباب وده كان وعد منها أنها تنقذها من المكان البشع ده راحت للدكتور وقالتلي إن وضعها بقى أحسن وبقت متيعة جدا والدكتور سمح لها بخروج من القوضة ورجحها للعنبر من جديد الممرضة أرسلت دعوة لأخوها عشان يحضر الحفلة التنقرية واللي بتعمل من المستشفى كل سنة وعلى حد تعبير المستشفى الحفلة بتكون على شرف المجانين كل المرضات كانوا بيجاهزوا نفسهم وهم بغاية السعادة علشان الحفلة واللي بيستنوها كل سنة الحفلة بدأت وكان آخو الجيني موجود ولما شافها كانت أخته مش مصدقة أنه هو موجود قدامها ساعدتهم الأنسة علشان يهربوا مع بعض هما الاتنين من المكان الممرضة الجين أسوا ممرضة في المستشفى كانت بترقبهم لأنها حسن في حاجة غلط بتحصل في نفس الوقت الدكتور جول حاكير أخذ لويز واللي كانت على كرسي متحرك أخذها على قوضة بعيدة عن الحفلة علشان ياخد منها غرضه المسكينة اللي على كرسي متحرك واللي كل أزمتها كانت معجوزة لأنه كان عنيف معها جنسيا وصلت جيني هي وأخوها على البوابة لكن الأنسة مرضتش تهرب معهم رغم أنها عارفة العقوبة اللي هتاخدها على اللي عملته زماية لويز قدروا يلحقوها وهي بين إدين الدكتور الحقير وطبعا فضلوا يضربوه لغاية ما خلصوا عليه وهم مش هيتحاسبه لأنه هم اللي صنفوه مرضى نفسيين واللي محدش هيحاسبهم على أفعالهم الممرضة أخدت سريل في المستشفى وبقت مريضة وده بعد ما ساعدت يوجيني في الهرب يوجيني قدرت تشوف النور من جديد وكانت بتساعد الناس اللي يتمنوا يتواصلوا مع أرواح فرقة الحياة بقت في مكان محدش بيعتبرها أنها مخيفة بالعكس فاهمينها جدا فاهمين أنها عندها قدرة مش موجودة عند غيرها قدرتها مع التواصل مع الأرواح واللي خلى باباها يعتبرها مجنونة ويدخلى المصاحة العقلية